عليكم السلام أحباتي أهلا وسلام بكم في برماجكم هذا خفايا التاريخ الدرامية من قناتنا أهل القرآن والمقدمة التي نقولها أنا منذ التسعينات كنت قد انتهيت سنة القرن الماضي انتهيت من إعداد مشروع تحويل التراث إلى دراما أخذ يعني دواة التاريخية عن شخص ما ثم أحاولها إلى قصة وثم أحاول القصة إلى سيناريو ولم أجد يعني من يشتري مني شيئا فيعني نشرت بعض هذه القصص في مجالات حواء وسطور والأخبار والأحرار والأهالي إلى غير ذلك وبعدين طبعا نحن نقترب يعني مضى قطار العمر فالتباع نحن يعني ننشرها من خلال هذا البرنامج ولنا هدف هو التوعية يعني أن يعرف أولئك الذين يحلمون بالدول ويسمى بالدولة الإسلامية وبتطبيق الشريعة أن يعرفوا أن هذه الشريعة التي تطلبونها وتطبيقها كانت مطبقة في عصور القلفاء وعصور الصلاطين ومعاونة قضاة الشر وكانت شريعة ظالمة تناقض شرع الله جل وعلا القيمة العدل والإحسان والسلام فنحن حين نقدم هذا نظهر حقائق ونصيوها بأسلوب القص أو الحكي لكي تصل الفائدة فالنهاردة معادنا مع بوجكم التركي بوجكم التركي ده شخصية ظريفة جدا هو كان أمير الأمراء في عصر سطرة الأمراء الترك على الخلافة العباسية الخلافة العباسي كان مسلوب الإرادة وكان اللي يساطر عليه الجماعة الأتراك اللي كان يؤتى بهم وأول طبعا من أتى بهم كان يعني الخلافاء اللي هو قبل المتوكل وغيره وغيره فتحكموا في الخلافة وكان في فترة سفتت حكم أمراء الأمير الأمراء وكان بوجكم أشهر واحد فيه يعني كان أمير الجيش في الخلافة العباسي لقي حطفه سنة ٣٣٩ أجري وكان من أمهاري خلق الله في التحايل وعلى الناس باسم الدين ومع ذلك كان ينظر الناس أنه أتقي جدا وفي حقيقته كان لعبوده إلا المال احنا عشقا نفهم شخصية هذا الأمير من خلال زاويتين الزاوية يقولها مظهره والأخرى ثروته ومقتله كان باجكم أو بوجكم ما معرفش مهم بقى بضم الباق أو بكسرها كان في مظهري عنوانا للتعقل والحكمة والتدين كان يفهم العربية ولكن لا يتكلم بها ويقول أخاف أن أخطئ والخطأ من الرئيسي قبيح وكان يتوضع العلماء والأدباء ويعمل على رعايتهم والعطف عليهم ويقول إن كنت لا أحسن العلم والأدب فأحب أن لا يكون في الأرض أديب ولا عالم والأرض الصناع إلا وهو في جنبي وتحت رعايته وكان يعلن اهتمامه بالعدل وقيل لي إن العدل أربح للسلطان في الدنيا والآخرة وبعث إلى أحد العقلاء وهو ثابت ابن سنان الطبيب فأكرمه وقال له أريد أن أعتمد عليك في تدبيري بدني وفي أمر آخرتي وهو أحب له من أمر بدني وهو أمر أخلاقي لثقة بعقلك فأقول لنشعرف إيه لآخره فقالوا طبيعة السمع والطاعه هما قالوا إذا غلبك الغيز والغضب فعليك بأن تؤخر العقوبة إلى الغد حتى يسكن غضبك إلى آخره إلى جانب استشاراتي لأول العلم والعقل والدين كان بوجهكم التركي يعلن وعطفه على الضعفاء والمرضى ويقرد القول بالعمل ولا ينصى حقوق الرعية أقام المارستان أو المساصر في بغدان وبنى ديارا لضياغ الضعفاء والمساكين في واسط مما جعل العلماء والفقهاء يكثرون من الثناء عليه ويتوافدون عليه يعظونه يطلبون منه الأموال ويخرج من عنده بالهيزات والهباد هذا هو الشكل الظاهري للأستاذ بوشكو الشكل التاني الوش التاني كان عمله الأساسي أن يكون قائدا للجيش العباسي ولكنه كان شريها للمال واستخدم سلطته وتحكمه في القلاب العباسية في سلب أموال الناس ولم يستوطن بغداد مقرر الحكم والإدارة وإنما قام في واسط وعقد اتفاقه مع الخليفة الراضي بالله العباسي على أن يتولى الإشراف على جباية الأموال في واسط مقابل أن ندفع للخليفة 800 ألف دينار سنو وهو بقى يأخذ زي ما عايز لبقى الشريعة بقى بتعته وتكثرت أمواله من السلب والنهج ولم تعد خزائنه في واسط تكفيها وعجزت عنها بيوته وكان يخشى في نفس الوقت أن يعرف أعداءه أين يخبئ أمواله فاصطنع طريقة جديدة طبعا في العصر ده ما كانش فيه بقى التهريب إلى سويسرا وإلى الأوف بنوك الأوف شورز وإلى كذا وإلى لا فكان الراجل اللي بيسر أسرر المفروض أن يتصرف فيها في المكان بتاعه فده عامل إيه بقى استنع طريقة جديدة هو أن يبني بيوته بالدراهم والدنانير يخلط الطين بالدراهم والدنار وبني بني بيها بذلك وبني بقى بيوت بهذا النظام يعني بيوت الطوب بتاعها من جواه تهب ومش اكتفل بذلك برضو السلوس بتاعته كترت فكان بدفنها في الصحراء طبعا ازاي طبعا لو دفنها في الصحراء الناس ستعرف فكان يعمل ايه يأخذ رجالا في صناديق فيقفل عليهم ويأخذ صناديق الاموال والجواهر على جمال اخرى ويصير بيهم في الصحراء الى اماكن لا يعرفوا غيره ثم يخرج الرجال من الصناديق فلا يعرفون اي موضع هم فيه وبعدين يفحروا الاماكن ويدفنوا الاموال والجواهر وبعدين يغمي عينيهم ورجعهم تانوا الى حيث اخذوا وظل على نهمه في جمع الاموال الى ان اضاع حياته وفي قمة سلطانه راح يوم الصيد فلي قافلة من الاكراد جاية ومحملة بالبضائع فشرهت نفسه الى ان يعني يهاجم يستغل قاطع طريق يعني ولم يكن معه كثير من غلبانه وجماعا لهم حرس القافلة مش عرفوه فكرنا هو خاطع طريق عادي فالمهم في الاخر هو يعني اتغلب وقتل في مكانه ومات دا كان في 23 رجب تطول من 29 وكانت امرته على رق سنتين وثمنة اشهر وتسعتية في السنتين وثمنة شهر وتسعتية دول جمع الاموال دي اللي معلوم منها واللي مدفون في الصحراء ومنصحش حد دور عليه يعني الاموال التي التي تركها في بيوتي فشيء هائل طبعا خليفة العباسي دا اللي كان متقب الله اسمه متقب الله وهو الرجل كافر عندما سمع بمقتل بوجكم اسرع الى داري فنقل خزائنها وبعدين خدر لكله في الخزائن بس قال لك لا دا لازم هو مخبه هذا فقال لك هدوا اساسات البيوت فهدوا اساسات البيوت طلع منها مليون مليوني او خرج منها مليون دينار يعني اثنين مليون دينار يا مؤمن وبعدين استخرج التراب فطلع منه ستة وثلاثين الف دره طبعا وضف الى واحد وثلاثة من عشر مليون دينار في الخزائن وستاشر قمقما من الجواهر يعجز الرجل عن حمل واحد منها وبعا الخليفة المتبقي باقي من تركه من الرقيق والجواهر والكساء والمراكب والاواني والسلاح والخلو والاساس فكان شيئا موولا ده كله خده في المدة اللي يعني كان فيها امير الامراء يبقى الراجل ده المصر بتاعه انه راجل طي وسكرة وحقيقته انه هو راجل كذا وكذا حاجة طبعا دي حاجة بناجدها كثيرا في عصرينة لكن في حاجة بقى نختمها في القصة الاخ باجكم ده دخل عليه واحد واعز يعزه واحد يعزه وقل له كلام حلو بتاعه ودكها بقى ايه اه الواعز يبكي ابوشكم يبكي رخر شغل معلمين يعني وبعد ما الواعز خلص قال سلام عليكم وماشي فبوشكم قال لواحد ما روح ادي له الف دينار شوف كده هاخده منك كل رائع فالواعز خد الالف دينار وانبسط اوه ورجع قال له هو خد منك الفلوس قال له اه فبوشكم قال كلمة حلوة اوه قال ايه كلنا صيدون ولكن تختلف الشباك احنا كلنا نصيد يعني كل شي من اجل فلوس بس كل واحد بيصيد بشكل من الناس اللي يصيد بالعلم والكذا وفقاء السلطة والوعاز ووعاز السلاطين ومنهم بقى اللي هو بالعصف والقوة لكن كل دول يا اخي دول اكابر المجرمين ومن هذا نحن نقدم هذا البرنامج ونقوم بكل عملنا للتوعية ونرجو ونحن نعاني من التعتيم نرجو ان تساعدون بشير وشارك ولايك وعليكم السلام اشتركوا في القناة